أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من الخرطوم والذي نستضيف فيه عضو مجلس السيادة السوداني دكتور ألهادي إدريس وهو رئيس الجبهة الثورية السودانية ومن أبرز الذين وقعوا على اتفاق السلام في جوبا في عام 2020 هذه الحلقة من بين نيلين نخصصها للحديث عن اتفاق سلام جوبا ما مصيره وما الذي طبق على الأرض وأيضا نتحدث فيها عن ملف الترتيبات الأمنية ما مصير هذا الملف في ظل التعقيدات السياسية في المشهد السوداني أهلا بك سيد ألهادي إدريس معنا على شاشة الحرة ما هو مصير اتفاق سلام جوبا حتى الآن ألف مرحب بكم وشكرا للاستدافة منذ أقل من عامين تم توقيع اتفاق سلام السودان في جوبا حتى الآن أدرى أقول أن هناك تقدم فيما يلي استكمال الحياكل تنفيذ الاتفاق سوى كان الحياكل السياسية أو الحياكل القاصة بالترتيبات الأمنية كل الآليات المانية بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الآن تم تنفيذه فيما يلي الترتيبات الأمنية الآن عندنا حوالي 2000 يوندي هم ملاوشك التقرج في ماسكر جديد السيل في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور والقوة دي نواة لقوة ما يربي قوة حفظ الأمن في دارفور تقريبا ده أبرز التقدم الحاسل في الاتفاق لكن تبعا برضو اتفاق مرت بأثارات كثيرة واتفاق برضو يعني اتأثرت بالمشحد السياسي الحاسل في البلد البلد برضو مرت بأزمة سياسية خاصة بعد القامس والعشرين من أكتوبر فالمشحد السياسي على مستوى القومي اتأثر كثير بالاتفاق الاتفاق وجهه بتحديات مالية الاقتصاد الاقتصاد القومي نقير خادر على تمويل الاتفاق والدعم الخارجي كان ضعيف وبعد القامس والعشرين من أكتوبر توقفت كل الأشكال الدعم لكن ما نستطيع القول أن هناك تخدم من نوعا ما فيما يلي إنشاء واستكمال حياكل تنفيذ الاتفاق لكن الاتفاق حتى الآن المواتن لماذا لم تتقدموا في ملف الترتيبات الأمنية؟ هل يمكنك إطلعنا على المزيد من التفاصيل؟ الترتيبات الأمنية طبعا هي واحدة من الملفات المهمة لأن بلد سودان فيها أدت من الجيوش من قلال الترتيبات الأمنية أن نمشي في اتجاه بناء جيش واحد جيش قومي بأقيدة جديدة هذا لن تتعطى إلا من قلال الإصلاحات المنصوص أن نتكلم عن أدت من الإصلاحات وتحديث القوات النظامية نحن حتى الآن في الترتيبات الأمنية إن شاءنا كل الأعليات سواء كانت الأعليات القاسبة أعليات مراقبة وقفة لخنار واللجنة الوطنية الأولية القاسبة بالترتيبات الأمنية وإن جانا أدت من اللجان القتائية على مستوى الإقليم حتى الآن زي ما قلت أننا أدخلنا أدت من القوات تحت التضريب الآن وهم على وشك التخرج وبعد تخرجهم بكوننا نحن قطينا الأساس لتكوين قوة المشتركة نحن في الترتيبات الأمنية عندنا مسارين مسار تكوين قوة مشتركة لحفظ الأمني في دارفور ومسار دمج القوات بتاع الحركات الأساس بالنسبة لأنه هو تكوين قوة مشتركة بيعتبر أن الإقليم بتآني من اضطرابات سيسية البعض يعتقد أن السودان تحول إلى دولة ميليشيات وأن ذلك يعطل التحول الديمقراطي في البلاد ما ردتك على هذا السؤال؟ والله تبعا عندما عنده تعريق يعني التعريق بتقود لزمن النزام السابق النزام السابق يعني أنشأت أدد وخلقت أدد من الميليشيات القبلية وصلحتهم ودربتهم والإقليم كلها يعني ما دير نتكلم عن سودان كله لكن دارفور بالتحديد أثبت مكان للتجيش القبائل وبعد نحن وقعنا سلام قلنا يجب حصر السلاح أما في الناس الموقعين على الاتفاق الحركات الموقعة على الاتفاق لأنه يتوري أن الحركات بتمشي في النحاية وتندمج في الجيش القومي بعد التحديث وإسلح القوات النزامية الآن نحن مش بنتكلم عن موضوبة الدمديرين بنتكلم عن كيف نتعاطى مع الظروف الأمنية والاترابات الأمنية الحسي زي ما شايفين من وقت لآخر اختتال وأغلب السلاح الآن موجودة وهي سلاح تم تملكه للقبائل والميليشيات زمن النزام السابق عشان كده نحن شايفين الموضوبة الترتيبات الأمنية مسألة مهمة وبدونه لا إخليم دارفور تستغير ولا السودان تستغير بيعتبر أنه أنت لا يمكن أن تتكلم عن دولة وإنك أدت من الميليشيات وأدت من الجيش لكن طبعا مسألة ليس بالحاجة السحل محتاج مننا لموجود لكن نحن بدانا بتكوين قوة مشتركة نحن تموهن أن نكون عندنا 20 ألف من القوات المشتركة 12 من القوات الحكومية و8 ألف من القوات الحركات المصلحة الآن أدخلنا 2000 البات بيتخرجوا في حوالي أقل من 10 أيام بيتخرجوا ويتخرجوا هندخل ثاني ألفين في ولاية شمال دارفور وبرضو في ولاية جنوب دارفور ويبقى أنه نحن قطينا أساس بتقوة بتحفز الأمن القوة ده زي ما قلت مهمتها الأساسية أنه تحفز الأمن في دارفور لو شحسيني أنه الأمن في دارفور استتبع الوقت من الأوقات كل القوة المشتركة بتتحول لمسار دمج القوة كيف تنظرون للإحتجاجات الحالية في الشارع وللرفض الحالي لكم باعتباركم جزء من هذه السلطة والله يشوف أنه إحنا بجينا جزء من حياك للسلطة بموجب اتفاق سلام جوبا وعشان نكون في الوضع اللي بخلينا ننفذ الاتفاق لازم تكون جزء من حياك للسلطة المشهد السياسي الآن متعزم والتعزم بشكل أساسي بعد قرارات 25 أكتوبر والبلد الدقلات في أزمة أنه إحنا أصلا موجودين في حياك للسلطة قبال 25 أكتوبر وأثرنا أنه نستمر بعد 25 أكتوبر في السلطة حتى أن نستطيع أن نلعب دور الإيجابي في أننا نقوم بدورنا المفروض نقوم بها من أجل التوافق السياسي زي ما أعرف الجبهة الثورية أنه إحنا طرحنا مبادرة سميناه مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية في السودان في المبادرة إحنا إتكلمنا ووصفنا الأزمة السياسية في البلد واتكلمنا أن المقرج والمقرج قلنا هو الحوار كنت قد وصفت ما حدث في 25 أكتوبر بأنه إنقلاب وحاليا أنت موجود في السلطة ألا يعد ذلك تناقض؟ لا ما تناقض إحنا الإنقلاب قامت بوه القوات المسلح إحنا لم نكون جزء من القوات المسلح إحنا ما دارين نكون أثيرين للمادي ونتكلم عن إنه لا يقف في إنقلاب هو التالي يجب التعامل مع المؤسسة الأسكرية تمن اتجاه غلط إحنا حتى لو في إنقلاب لازم معالجة آثار الإنقلاب تبقى بالحوار أي قيار أقرب بيكون عندها معناه وبالتالي نحن تجاوزنا مرحلة وصفة الأزمة إنقلاب ولو ما إنقلاب لكن المهم هو الحل والمقرك من الأزمة الحالية أين تتفقون وأين تختلفون مع المكون العسكري؟ طبعا لما نتكلم عن السلطة الهاكمة وصفة ما دقيق في مكون عسكري في الجبهة الثورية وأطراف السلامة الأقرب والهرية والتغيير اللي تم الإنقلاب عليه بقرارة 25 أكتوبر أنا شايف من قلال الحوار الناس لازم يسلوا للنقاط الاتفاق يتفقوا حول فيما إذا كان الناس بيمشي في اتجاه بتاعتاديل للوثيقة الدستورية أو يتم إلغاء الوثيقة الدستورية ألم يتم تعليق الوثيقة الدستورية؟ لكن تم تعليقها جزئيا حتى نحن جزء من الوثيقة الدستورية المادة 60 من الوثيقة الدستورية بتكلم عن الشراكة أو مجلس الشركة اللي كانت في البداية من مكون الأسكري والحرية والتقيير بعد توقينا للسلام أزبهنا طرف التالت فيما عادت معادلة الحكم وفيها ثلاثة أطلاف فيها مكون الأسكري فيها أطراف السلامة والجبهة الثورية وفيها الحرية والتقيير بعد 25 أكتوبر تم إخصاء الحرية والتقيير بقرارات 25 أكتوبر نحن الآن من قلال الحوار الماشي دارين إننا نرجع ونتفق على ترتيبات دستورية جديدة وعشان تتفق على ترتيبات دستورية جديدة لازم تجيب الأطراف الأساسية بتاع معادلة الحكم بعد ذلك الناس عندهم القيار الحوار هو البحدي تحل الناس بنمشي في تعديل الوثيقة الدستورية أما أن نلغي الوثيقة الدستورية ونأتي بدستور جديد أنا رؤيتي شايف إنه نحن نمشي في اتجاه بتاع إنه نعدل يتم تعديل الوثيقة الدستورية عشان يتم واكبة التطورات الجديدة أنا ما أفتكر حتى لو الناس خشوا في حوار الوظي بقود كما هو في 24 أكتوبر أنا شعب في تطورات جديدة وحتى الأطراف الأخرى وحتى الهرية والتخيير ما بتقبل إنه الأوضاء تقود مرة أخرى ل24 أكتوبر لأن أصلا قبل 25 أكتوبر كانت هناك أزمة أزمة سخة بين المكونات في تشاكس كان بين بين أطراف السلطة والطريقة تم أبوه تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية تشوف لما تنظر للوثيقة الدستورية مجلس السيادي مجلس الوزراء إيته عشان تاخد منهم سلطة إيته ما بتقدر ما بتمشي تقلال السلطة لكن بتمشي تتحاور معهم عشان يتم تسليم السلطة فأنا بأنه نحن شايفين إنه الشاري بتأبر أن تطلقات وتموحات الشعب السودان وإنه نجوز من الشاري لكن في النهاية هو المخرج هو الحوار لأنه القيار الثاني هو الأنف أو الانقلاب الأسكري ما في قيار إيا حوار إيا انقلاب أسكري أنه نحن ما ديرين قيار أنف ولا ديرين قيار انقلاب أسكري ديرين نمشي في اتجاه بتاع الحوار ومن خلال الحوار أنه نحن لو خطبنا قضاء الشاري تموحات الشاري هو دولة مدنية بلد مستخير أنا أفتكر الشاري بيكون علجنا مشاكله وما بتكون عنده مشكلة هناك مطالبات بإبعاد كل القيادات العسكرية بما فيها قادة الحركات المسلحة ليستقر السودان ومنها أنتم ما رأيك بهذه المطالبات؟ نحن مكونات مدنية نحن مكونات مدنية نحن جزء من الندال الطويل ونحن الحركات المسلحة هذه وسيلة نحن وسيلة بتاع الندال استقدمناها في فترة والآن نحن شغالين في اتجاه بتاع أننا ننتج جيش قومي من قلال الترتيبات الأمنية هذا بتمدى من قوات الحركات فأنا نحن مؤسسات مدنية وليس مؤسسات أسكرية لكن أدير أقول برضو أننا ضد الأداء الثارغ ضد المؤسسة الأسكرية لأنه دي جزء أسيل من مؤسسات الدولة وده مؤسسة أريقة وعشان تكون في سودان في استقرار الناس لازم برضو يعني المؤسسة الأسكرية ندي إحترامه لكن أننا نحن ضد التقول بتاع المؤسسة الأسكرية في السياسة من قلال الحوار أننا ندع دور للمؤسسة الأسكرية لازم تكون موجودة لأنه بدونه إذا ما تتقهي البلد مستخير بدون مؤسسة أسكرية فأنا ضد الهجوم القير مبرر للمؤسسة الأسكرية بنفس القدر أننا لا نريد مؤسسة أسكرية تتقول على السياسة نريد مؤسسة أسكرية ترعب دوره الأساسي في حماية سيادة البلد فأنا نحن مع الشارع وأننا نحن مع تموهات وأمال الشباب الموجودين في الشارع لكن قريم بنقول تموهاتكم دا لن تتحق إلا من قلال الحوار فحق الناس يدون الناس فرصة للحوار لأن أي قيارات أخرى بتأدي البلد لاتجاه يعني مستقبل مجهول في نهاية هذه الفقرة نشكر السيد الهادي إدريس عضو مرس السيادة السوداني كنت معنا من الخرطون شكرا لك شكرا لك